السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقي في درج جديد من دور السعليم البرنامج الهندازية هذا الشرح سيكون بعنوان شرح الأمر VP Control على برنامج AutoCAD VP Control اختصال Viewport Control وظيفة هذا الأمر هو إخفاء وإيضار هذه القائمة الموجودة على يسار الشاشة يعني هذه القائمة التي يوجد بها ثلاث قوائم فرعي أولا سأقوم بإخفاء هذه القائمة أذهب إلى شارية الأول ونقوم بإدخال أمر موجود VP Control VP Control Enter في هذه المرة سأقوم بإدخال Off Off Enter تراحظون تم إخفاء هذه القائمة الآن لإعادة إظهارها نأتي إلى Command Bar ونقوم بإدخال نفس الأمر VP Control Enter في هذه المرة نقوم بإدخال On Enter تراحظون تم إظهارها من جالي باختصار هو الدرس لا تبخلوا علينا بدعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر